بسم الله الرحمن الرحيم بلدية تكريت مستمرة بتنفيذ مشاريع تنمية القالم لعام 2019 وبدعم المحافظة صلاح الدين اليوم هذه المشاريع تشمل أعمال إكسال في حي سلمة تغلبية بالكامل وكذلك مناطق متفريقة من تكريت أيضا لدينا إن شاء الله بمجرد المصادقة من وزارة التخطيط حول مشاريع تبليط حي الديوم والذي يعتبر من الأحياء المهمة داخل مدينة تكريت اليوم لدينا مشكلة خدمية في حي القادسية حي القادسية يعاني من خلل كبير بالخدمات بسبب مشروع المجاري المستمر للعمل به لحد الآن وبهمة عالية اليوم نعم هناك حفريات كثيرة في الشوارع هناك عرقلة لسير المواطنين ولكن إن شاء الله بمجرد ما أن يكتمل مشروع مجاري حي القادسية ستقوم بلدية تكريت بمشاريع كبيرة منها تبليط وإكساء المنطقة وكذلك إنشاء الأرصفة أما المشاريع المنطقة للمناطق الخضرافة مستمرة أيضا لدينا ترميم المتنزه في منطقة القطعة 500 وهو متنزه كبير جدا وسيتم تزويده بالألعاب والجلسات الخاصة للعوائل كل هذه المشاريع إن شاء الله سيتم تنفيذه خلال عام 2019 حي القادسية يعتبر من الأحياء الرئيسية والكبيرة داخل مدينة تكريت وإيضا يعاني من عدم وجود التبليط في هذه المنطقة بجهود سيد محافظ صلاح الدين قامت بلدية تكريت بإعداد الكشوفات اللازمة وإن شاء الله بمجرد المصادقة خلال الوقت قصير إن شاء الله سيتم المباشرة بتبليط الشوارع الرئيسية